موسيقى 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 السلام عليكم ان شاء الله ربي تكونوا بصحة جيدة اليوم ارجعت لكم بتاجين تونسي بتجيج وجبن بطريقة تتحصلوا على تاجين الفورمة من غير فورمة بفكرة بسيتة برشة 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 ان شاء الله ربي تعجبكم وتنيل اعجابكم وكيما تشوفوا التاجين متاعي جبنين على الاخر اه شوش اه مهو الشيح ابنين وبطريقة سعيلة ان شاء الله ربي يعجبكم بالنسبة لهنا للتاجين متاعي انا حطيت لهنا عندي كسرونة ويعاقل بش نطيب فيه حطيت شوية زيت مقدار نصف فنجين تعزيت بش نحطها ليه الهنا عندي بصلة كبيرة قصيتها جيدة بش التخطوخ متاعي يكون خاثر توا بش نخليه البصل يتقلى شوية ديبية بياض ما نخليشو يحمار بالتبيعة وفي الوقت اذاك انا اخذيت كمية متاع الجيش قصيتها مكعبات انا الحق يعجبني معناه يظهر الجيش في الطاجين ما قصيتوش جيد على الاخر كيما تشوفوا الهنا البصل متاعي بياض جس بشتناها الريحة القوية هذيك كان عندكم البصل الخضر وفيسعة فيسعة ميتيب والهنين جي نحط الجيش متاعي تستعملوا الكمية اللي تحبوا عليها تحبوا 100 جرام تحبوا 120 جرام 300 جرام كيما تحبون ما شنوع اللي عندكم انا مخذيتش كمية كبيرة برشا انقل ليه شوية مع البصل صدقوني بالطريقة هذيه انا واحدة مني اسمعني بكون يضحكوا عليها برشا اما منحملش الجيش كي بيت بالطريقة هذيه ما يبقاش فيها كسفورية بعد ما يبضياض الجيش متاعي نحط مقدار مغرفة صغيرة ونص كركم انا الكركم اللي عندي كركم عربي نحط مقدار مغرفة صغيرة تابلو كروية بالطبيعة باش نزيد عليهم الملح انا نحب الطاجين يكون واقف على الملح متاعه زادت مقدار مغرفة صغيرة معابية بالكداء بالملح التخطوخ راهو يتيب انا نحبذ انه التخطوخ يتيب زايد الملح مش بعد كي نزيد البيض متاعي ولا العظم يجيني معناها معدل خير من اللي نزيدو الملح في اخر وقت كي ما ديت حشوفو معناه ما نخليشو برشا يتقلى بالشيح النار راهي هادية نزيدو شوية ما بش ما يلسقليش ونخلي الجيش يشرب الفاح متاعه بالكداء كي ما تعرفو الجيش يشرب ما يفيشو مطعم بالفاحات واليبنين على الاخر تحبو تستعملو فلفل اكحل تناجمو تزيدو الفلفل اكحل واللي ما يحبش بتبيعه هذيك حاجة معناه كيفش يحب المهم المرحلة هذي متاعه لتفويح الجيش راهي تعطيكم بنا كبيرة وتو تشوفو ان الحق استهيت المنظر انتعتاجين بالفورمة وما عنديش فورمة ان شاء الله نوريكم طريقة ان شاء الله يربي تعجبكم خاصة اللي عيشوا البرة واللي ما عندهمش ولا اللي ما عندوش فورمة في الدار هنا عندي ثلاثة فسوس الثوم نحطهم في اخر وقت ما نقلقهم مش برشة كي ما تشوفو فم الماء معناه ما نخاف ليش معناه الثوم بش يتحرق نزيد عليه شوية ماء نخلطهم شوية وبعد تحبو تمرقوا معناه بالماء سخون ولا ماء بارد كي ما تحبو لحقها تحذرت التخطوخ في عقله وخليته يبرد وبعد معناه في العشية طيبت التاجين التاجين تعرفو التاجين التاجين مرات نبدأ كي كان نحكي ونضحك على روحي دونكا كيتون نزيدوا الماء متكثرولوش من الماء برشة برشة خطر كي ما تشوفو اسكالوك ما يخذش برشة وقت إذا كان عندكم مثلا نوع آخر متاع الحم نجمو بعد تنحيو الحم معناه واحدو نزيدوا اكثر شوية ماء أنا نخذت نصف ربطة معدنوس نصف قطة معدنوس اغسلتو بالكداء وتوى باش نجي نقصو كالعادة نحي منو معناها الزايد الكل تقصوه جيد ما تكثروش برشة 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 باش مجيش معدنوس هيئ هو تاجين جبن و جيش فيه المعدنوس اما ما نكثروش برشة برشة كي ما تشوفو هنا نقصو هكيا جيد نحذر كل شيء وبعد معناها كي برد تخطوخ متاعي يكون كل شيء حذر كي ما تشوفو هنا طوى باش نغطيه إذا كان دنيا سخونة تحطوه في الثلاجة والفرجيدار طوى الهنا ان التخطوخ متاعي والخلوط متاع تاجين بدأ يخطير كي ما تشوفو كي تقصو البصل جيد معناها كيف يعطيكم القوام باهي متاع السوس متاع التاجين انا واحدة من ناس باش نخليه يبرد وبعد كي يبرد باش ناجم نحط فيه البيض انجيل هنا اكل معدنوس متاعي بالنسبة للبيض انا عندي الهنا ثمانية كعبات وراهو الطاجين باش يجيكم عالي فامش كوني حط فيه لخميره وفامش كوني حب يحط فيه معناها حد شي انا بالنسبة للجبن الحقيقة مماتي ربي فضلها متستعملكينش يجبن المثلثات وصدقوني يجيكم الطاجين خفيف وهي البرشة انا حتيت زوزة طوابة تنجم تحطو اكثر بالنسبة للمرة هذي انا منش باش نحط الخبز اللي هنا كيما تشوفوا خذيط كعبة بطاطا صغيرة باش نرحى هكي من هكا بالنسبة لي باش يتفجاع عليش خطر هكية منت مش باش تتيب والكل لا راهو الطاجين باش تتيب بين 25 وبين 30 دقيقة معناها عندو الوقت الكافي باش البطاطا تتيب خاصة انو انا نعملو جيري وبعد هو هكي كمعناها البطاطا تتيب في عقلها لو كين ما تحبوش هكية تنجمو تحطوا البطاطا ترحيواها وقت ليبدت تختوخ السخون اتخلوها ترحوها في وسط تختوخ اكيكا باش تشرب لكم السوس نزيد المعد نوس متاعي غسلت البيضة متاعي باش نبدأ نكسر فيه بالكعبة بالكعبة ننصحكم خاصة كي تبدأ تصخن الدنيا انا دجاحت المرة هذي فما كعبة جيتني متصلحش ولي ترميتها نحطوه وطاجين بنسبة الكمية البيضة تنجمو تصلوا حتى العشرة كعبات انتوما وحجم الفورمة طوا نزيد عليهم عصر قارس على ريحة البيض كما تشوفوها بطلي القلب متاع القارس الناحية بالمغرفة طوا باش نحط عليه شوية جبن مرحي راهو اختياري كما تشوفو شوية مش برشة اللي ما عندوش تنجمو تحطو اربع طوابع جبن مثلثات راهو يجيكم بنين على الاخر ومتخافوش ميجيش واحد فيه حتى نقص متع مطعم جبن نزيدو شوية ملح باش ميجينيش معناها باسل نحركها والخلوتو متاع تاجين راهو يجي معناها مهوش خاطر اذا كانوا خاطر راهو اعرفوا باش يجيكم متاع جين شايح كيما تشوفونا عندي مول متاع قاتو دهنتو شوية بالزيت وعندي كيس باش نجي نحط فيه كعبة لوبيا نجمو تاخذو حمص لوبيا فول اللي تحبو نحطو في الوسط متاع المول متاع القاتو متاعي نجمو تاخذو حتى اللي مش بالضرورة معناها عالي هكيكا ونجي نحط لخلوتو متاع تاجين شوفو كيفيش معناها الكونسيستانس متاعو القويم متاعو وتو انا سخنت الفور على مية وثمانين درجة لازم كينو يتيب ما نريدو عالي كي طيبوه عالكنون يتيب في عقلو سلة سلة على مية ثمانين درجة نخلي يتيب لو كين الفور متاعكو مقوي يحطو مية وستين ولا مية وسبعين متخافوش راهو يحمر وميسير له حتى شي حتي تو يتيب في عقلو هذية النتيجة انا مازال سخونة شوية لو كين تخافو من الكيس يلسقت نازمو حتى الكيس من برا تدهنوه بشوية زيت كم تشوفو النتيجة صدقوني ما عندكمش فكرة وراهو ما يلسقش في المول براغم معناه انو بلار اما كي بحكم دهنتو شوية بالزيت معناها جاني بالضبط الريحة بنينة ما نحكي الكمش وهكم كليتو ان شاء الله ربي تجربو وتاكلو تاجين الفورمة من غير فورمة انا الحق شتيتو عالاخر في رمضان فكرني في اي مات الزمين هكم تشوفو ديكم حاجة بنينة والمنظر وريده لكم اللول كيفاش يجي معناها اتاجين متاعي تري وما هو الشيح وما تعمو بين عالاخر شالي ربي تجربو الوصفة وتعجبكم ونستنطع غليقاتكم وربي فضلكم الكل وشيه طيبة وصحافة توركم الكل شكرا 光